أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكانة دكتور خالد مجاهد أن غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة منعقدة على مدار الساعة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية قال مجاهد إنه تم حصل 37 حالة مرضية داخل الليجان الانتخابية وخارجها صباح اليوم ليصل الإجمالي إلى 301 حالة مرضية وحالة وفاة وحيدة مضيفا أن أكياس الدم والبلازما الموجودة ببنوك الدم بمختلف المحافظات يبلغ عددها قرابة 20 ألف كيس بلازما وقرابة 16 ألف كيس دم كما تم التأكد من توفر المستلزمات الطبية ووجود الأطباء بمختلف المستشفيات